بكراً شاء الله سبحانه وتعالى فخامة الرئيس هيبقى موجود في البرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة طبعاً ده طبقاً يا سادة للمادة 144 من الدستور وبتبدأ عادةً يعني المراسم بأنه رئيس مجلس النواب سادة المستشارة الدكتور حانة في جبالي يتلو النص الخاص بفوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية 20-24 ويبدأ الرئيس يقول اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفته أو إذا كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ثم بعد ذلك يبدأ الرئيس في الحديث حول مجموعة من الأمور أو المواضيع أو القضايا الهمة طبعاً المتعلقة ببلدنا وبطبيعة الحال أكيد المتعلقة بالإقليم مما لا شك فيه دي حاجة مهمة بتطلق بعد كده 21 طلقة طبعاً الناس بتسأل ليه 21 طلقة؟ لما لا يعلم هو إجراء قديم جداً ويمكن كان اللي بدأوه حيثما يعني يتوارد أو حيثما ما هو نقدر نقول عليه مثبت أنه الإنجليز هم اللي بدأوا قصة الـ 21 طلقة كانت تحديداً البحرية البريطانية هي اللي بدأت الـ 21 طلقة فكانت بتبقى 7 طلقات من مناطق التمركز الرئيسي للبحرية البريطانية وقت أن كانت الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ثم بترد عليهم مناطق أخرى في المياه يعني مناطق التمركز على اليابسة بتقسمها لـ 7 مناطق كل منطقة تضرب طلقة فيترد عليها من القوات اللي موجودة في المياه بتلت طلقات فيبقى 7، 3، يبقى 21 إجراء موجود في أكتر من دولة وعتبرة وكأنه تقليد موجود في أكتر من بلد دول أخرى بتضرب طلقات مختلفة دول أخرى بتعتبر أنه مثلاً في حالة الوزراء فبتطلق أو شخصات رفيعة المستوى لكن أقل منها الزعماء أو القضاء فبتطلق حوالي 19 طلقة في بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يعني حاجات كده ممكن تبقى مفيدة لبعضنا من وقت للتاني